السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد من قناة Game On ومجدت لكم فيديو جديد وفيديو هده هنتكلم عن الإيبنت اللي حتى حسنين بتحصل فيه على الفايكل أو على المشبرت أو على العامل اللي انت فيك تستخدمها كسيارة أو بسيط تنقل في اللعبة هاي وشكلها جدا خرافي صراحة بس قبلنا من المقطع سيناك تشارك في القناة وتفعل جرس تعطيني لايك أو دوس لايك حسب إذا عجبك المقطع وحاب كمان أتكلم عن سبب تأخذ بتنزيل المقاطع ليش معا ما ننزل مقاطع بشكل يومي متل ما كنت أعمل من قبل السبب هو إنه كنت أنا في إجازة صيفية من الجامعة حالي إنه رجعت للجامعة فللأسف مشغول مع الجامعة أكثر من اليوتيوب افترم هذا جدا صعب وعننا دراسة كثيرة صراحة ما عم بفضة كثير لليوتيوب بس فثوثنا الأسبوعية حتكون نفسها ممكن نعمل بث واحد كل أسبوع بل هو يوم الخميس بدل ما أنا عمله خميس وجمعة بس هذا حسب الفراغ فإذا عندي فراغ يوم الجمعة هعمل بث كمان يوم الجمعة وبالنسبة للمقاطع مثل ما أردت لكم يمكن أن نصي النص يوم أي يوم لا أو يوم أي يومين لا بحسب الضغط اللي موجود عندي في الجامعة هيكون تنزيل المقاطع أتمنى أنكم تفهموا هذا الشي لأنه الجامعة بالنسبة إلي أهم بكثير من اليوتيوب لأنه اليوتيوب هو مجرد حواية موجودة عندي فبدو ما نطول الكلام خل نروح ونبدأ في الإيفنت طيب الإيفنتات اللي ما بيعرف كيف تفوتوها من الصندوق الهدايا الموجودة عننا هون واسم الإيفنت اللي إحنا بدنا نتكلم عنه اللي هو Road of Strive لما تدخل عليه حتلاقي صورة Break حتشوفوا إنه بعضها مقفل وفي واحدة منها هي المفتوحة حاليا واللي هي عننا هون فهي أنا جربتها هذول ما جربتهم بس هنقدر أن نجربهم بعدين وأتوقع أنه هي حتكون عبارة عن سباق من الصورة اللي إحنا شايفينها فأنت فيك تجمع يوميا من الإيفنتات الثلاثة هذول أو الأشياء الثلاثة اللي أنت فيك تعملها حاليا لعنا واحدة بس المفتوح مثل ما قلنا 1200 يوميا عاليا أنا مجمع اليوم 300 من 1200 فأنا حكملهم للـ 1200 لازم أنك تجيب العدد المسموح لك بشكل يومي لأنك حتحتاج الأرقام هاي فلما تجمع الـ 1200 تبعيدك وتجمع بعد هيك يعني الأرقام الثاني اللي حتدر تجيبها حتدد تفوت على الـ الموجودة عندنا هو لما تضغط عليه حتلاقي أنه أنت فيك تشتري قطع عن الـ رأس وعننا كمان الثورس أو هو عبارة عن الجسم أتوقع فهذول التنتين فيه نحن نجيبهم الـ 1000 وبعد هيك حيفتحنا القطع الباقي لو تشوفوا هون عننا قطع من المشبيرد كور والمشبيرد ليكس اللي هي الرجلين والكور أو النواة تبع السيارة هاي حينفتحوا بالفيستو تبع الإبنت وتوقع الفيستو حياخذ القطرة ينفتح يمكن نصف المدة اللي موجود فيها الإبنت حاليا فإحنا حنقدر إنه نجمع انت حتحتاج متل ما شايفين ألف هون للقطعة هاي ألف للقطعة هاي وكمان عنا ألف بالف هاي صاروا أربعة آلاف قطعة لأربعة آلاف قطعة هذول حتد جمعهم لحتى تشتري فيهم الأربعة قطعة هاي طبعا ألف أربعة آلاف قطعة من العملة هاي خنشوف مع بعض شو اسمها اسمها ستار جرت فحتجمع أربعة آلاف ستار جرت لتجيب الأربعة قطع مشان يكونوا عندك بعد هيك حتجمع نقاط زيادة أو مصاري أكتر لحتى تشتري فيها أشياء ثاني فلو نرجع احنا هون لورا نلاقي إنه هذا الإبنت حيضلت للتعشر يوم بالإضافة لليوم فهذا أربعة عشر يوم طبعا انتو حيكون عندكم بالنقص يوم فتوقع عنكم مستكشفينه ومجربينه فخلينا نروح ونشوف مع بعض قطيش حنقدر نجمع أربعة عشر يوم هدول ولحتى تكون الحسبة صحيحة فاحنا حنطربها هون حنعمل أربعة عشر يوم ضرب الألف وثلاثمية اللي هو احنا فينا نجمعهم بكل يوم هيطلع معنا اتمنتعشر ألف وميتين اتمنتعشر ألف وميتين هي هتدر تشتري فيها اشياء كتير من واهم هتكون عن الأربع قطعة هدول هيطلال لك أربعة عشر ألف وشوي هتدر انك تشتري مثلا بألف وخمسمية الريدن كلير هدول جدا مهمين انك تشيبهم لحتى تتجرب حطك معك بريك بعملنا كمان الجوين سبلاي تشيب هدول هدول مهمين لحتى تجيب دروع الصفرة ودروع الليجندري بالإضافة عنها السناديق هدول اللي انت فيك تطور فيهم السناديق هاي اللي بكون عليها الرسمات هاي السناديق هاي كمان مهمة فيك تجيبها إذا زاد معك بس ركز أول شي على السناديق هاي وكمان لسه في عنا على فكرة من هدول وكمان عنا هذول مو مهمين ركز أول شي على هدول وكمان عنا الجوين سبلاي تشيب ون فاحنا عنا واحد هون وعنا واحد هون في عنا دين اتين واحدة هتدل نشتريها هلأ وبعد هيك هتدل نشتريها لما يطلع الفيس تو هذول الأشياء المهمة اللي انت بدك تجيبها متل ما قلنا تطوير الأسلحة البطاقات اللي موجودة عنا هون وكمان الكريستل شانك واللي بيزيد معاك طبعا الكريستل هذا كمان نفس الشي نفس الكريستل شانك كل هاي بتطور تراتبيتك واللي بيزيد معاك فيك انك تركز في على الأشياء الثانية بنقول مثلا إذا انت حاب انك تطور واحدة من اللي عندك انت وريدي بتجيب منها كميات بس فيك انك تأخذها وهذا تكلمنا فيه عن مقطع الشخصيات اذا فيكم اذا حابين تروحوا تشوفوه لانه حيعطيك قفات حلوية بس حتحتاج منه كميات كبيرة اللي حتقدر تطور الشخصيات تبعيتك وكمان الماتريكس باكس او الداتا باك هاي اللي فيك تطور فيه الماتريكسات اذا حاب انك تاخدها فانت فيك تجيب منها كميات فيك تجيب كميات من كل شي هون ثلاثين لو شايفين عشرين عشرة فلازم انك تستغل المصاري بطريقة ممتازة لنقول انت عندك كمية كبيرة من السناديق هاي اوكي وقتها فيك انك تروح تشري شيء تاني اللي هو ناقصك لانه حتى تطوير الاسلحة بس ما توقع انه حدا ناس وبطريقة تطوير الاسلحة كلنا عنا اياها وركز على الاشياء المهمة قبل اي شيء ويبقى الاي شيء اللي هو عنا او النعام هي لانه حتى تكون جدا سهل انك تحصل عليها عن باقي لو تشوف احنا شارحينا عنا كلها في القناة موجودة عنهم بس كلها صعب انك تحصل عليها ما عادل هاد اللي حاليا هو واحد من اسهل الفايكلس عشان تحصل عليهم كمان يعني شكله مش بطال فخلينا هلا نفوت على الدسكريبشن نقرأه مع بعض نفهمه مع بعض لنعرف شو هو بالضبع انه هون الوريانتيرينج واللي هو موجود عنا هون اللي قلنا انه ممكن يكون سباق سيارات فهو فعلا سباق هتحاول انك تروح وتمسك لتشيك بوينتز او انك تمر من خلال تشيك بوينتز لحتى تخلص السباق هذا وبعد 10 دقائق بيخلص تقريبا متى ما هم الكاتبين تحصل على الجائزة بس هيكون مفتوح ايام الاثنين والاربعاء والجمعة والاحد ما بين الساعة 12 للساعة 23 59 دقيقة في توقيت السيفر تبعك يعني اذا تبسيفر روبي في توقيت اوروبا بعد ايقا عنه الموجود عنا حاليا وهو الموجود هون هتكلم عنه لانه هاد هو الموجود عنا دائما مفتوح فيها نفوت عليه فهذا هنروح نجرب بعضه نتكلم عنه بشكل زيادة لانه شوي صعب انكم تعملوه ومو صعب اذا انت فهمت الطريقة تبعيته بس هيكون صعب اذا انت بستخلته هيك فخنشوف اخر واحد عنا وهو الدبل ميجا ارينا رح يفتح سمتمبر 8 يعني تقريبا من تصوير المقطع هاد سبع تيام او اسبوع من وقت ما تشوف المقطع هاد بستة ايام لانه هينزل بعض بيوم الدبل ميجا ارينا هيكون نفس الارينا اللي احنا عم نقاتل فيها حاليا واللي هي بي في بي واحد ضد واحد حتكون اكبر وحتكون عبارة عن فرق يعني فرق ضد بعضها وكل خمسة وسبعين ثانية حيتصغر المكان اي نفس الارينا او البي في بي اللي احنا نقاتل فيه نفس المساحة بس او مو نفس المساحة ده بالمساحة حتصغر بس بنفس الوقت اللي هو خمسة وسبعين ثانية هيصغر مساحتها وصير شوية اصعب القتال فانه حتتجمعوا يضطرركم منكم تقاتلوا وطبعا الهيلينج افكت حيكون خمسين بالمية اقل بس هذا اللي يعني انه ما بدكم هيلر في الديم تبعكم بالعكس اذا انت مع كنين من اصحابك واتفقتوا مثلا انه واحد منكم يكون مهاجم والثاني يكون مثلا مهاجم عن بعد او انه يكون مثلا شلد بريكر والثالث منكم يكون هيلر حتعملوا تيم جدا خرافي بتدخلوا وتقاتلوا ليش هتقاتلوا يعني الاستمتاع والشي ثاني انكم حقل لو فزتوا رح تحصلوا على اربعمية كل واحد منكم بالستارغريت اللي هي العمل اللي هون او هتحصلوا على ميتين اذا خسرتوا وكل ما جمعنا ستارغريت هتكون جمعناها اسرع بس هذا اللي يعني انه ما فيه نكمل نلعب بالإفنتات مثل ما قلنا هذا هيفتح بثماني سبتمبر وهذا بالايام المذكورة اخر شي عنا الإفنت هات اللي اسمه جدا صعب وما حقرة لما تضغط عليه فيك تضغط كلمة مثلا go طبعا فيه هون الشرح تبعه تضغط كلمة go وحي ورجيك على الخريطة موقعك يعني ما حتستفاد انت ليش ورجاني موقعي اذا كبرت الخريطة انت شوي حتبدأ تشوف اشياء غريبة على الماب واللي هي البوابات اللي انتو شايفينها هون فانت عندك عدة بوابات بعدة اماكن فيك انك تروح عليها وتدخلها واسمها ستارغيت فاحنا هنروح هاي لنشوفها بالضبط ايش هتكون وهي هتكون عبارة عن مكان في برج بالنصبتكم الدافع عنه انت والتيم تبعك اذا هتفوت لحالك ما هتقدر تخلصوا جدا صعب انك تفوت وتعاملوا لحالك لازم يكون معك يعني على الاقل للتنين انا دخلت وانا واتنين وخلصنا بس الافضل تكونوا اربعة فخنروح على واحدة منهم هاي هي موجودة قدام للستارغيت هنون فخلنا نطير لفوق ونطلع لعندها ولو تجوفوا يوصلنا عند موجودة عنه هون لونها احنا بالعادي بيكون لونها بنفسجي لما تدخلوا لهون مثلا تروحوا عند وتروح مثلا بدكم تعملوا لان قطط على كلمتكم هيورجيك اللونهم بنفسجي هدول هدول بيكون لونهم غير فهدول مو نفسهم احنا بدنا اللونهم احمر لهم هدول لحتى نقدر انه ندخل ونقاتل مع الناس التانين طبعا ما بنصح انك تاخد هون هون خد مهاجم لانه انت هتدخل قاتل وتقتل الناس اللي ضدك اللي هما هيكون وحوش هتضغط حرف اف ما هتضغط على كلمة لا تدخل لحالك اعمل كلمة لما تضغط على بالضبط اللي هيصير انه هيروح عن قسم نفس الطبع اللعبة هاي ويبعد دعوة لناس فانت فيك مثلا تروح تدخل على الناس هدول اللي هم موجودين هون تعمل اوكي وممكن انه يقبلك ممكن لا انت بدك ترسل على كلمة هون لازم اتكت انه مكتوب كلمة موجود عنه هون كلمة الاشياء اللي مكتوب عليها فانت ما حتدخل على او اللي هي هاي شوف مثل شايفين حاليا فت مع هذا اللي اسمه بس حاليا احنا محتاجين الناس كمان يعني بدنا ناس اكتر لحتى نفوت فاحنا صرنا ثلاثة هلأ وبقي واحد رابع وحنبلش بالهاي بس طبعا مو اللي قدامي حنبلش باللي هو حيفوتنا عليها يعني احنا مو بنفس المكان احنا لو عملنا قروب وبعتنا لهم على الستارغيت هاي حنفوتها من الستارغيت هاي بس حبيت اورجيكم شكلها بس انتم مازم تروحوا لعنته ديكم تفوتوا من الشات من موقعكم شامت مثلا ضيعوا وقت بالروح على المكان هات فهلا هو حيدخلني مثل ما شايفين جامبين ديفايت ستارتنج فلما يفوتنا حنرجع ونشوف شكلها من جوه ونسرع المقطع ما بحاجة انكم تشوفوا القتال كله اوكي زي ما شايفين في عنا الشخص الموجود هون بدنا نقاتله في منها انواع كل واحدة الها شكل حاليا عنا مثلا ديفيد لانيميز اقتل الناس اللي في النص من قبل كانت بالنسبة الي هي عبارة عن انك في عندك برج في النص وبدك تحمي من انه يتكسر من الاعداء بس حاليا مثل ما شايفين تغير شكله فصار شي تاني بدنا نعمله انت حسب اللي وجود عندك فوق اليمين بقولك شو تعمل بس غالبا هيكون عبارة عن قتل وحوش يعني انت حتقاتل وحوش كما لاحنا هلأ من قاتل وحوش او انك مثلا هتحمي البرج في النص انت على الحالتين هتقتل وحوش فدائما فوت مع فريق لا تفوت بدون فريق لانه هيكون جدا صعب عليك القتال لو كنت بدون فريق فالحامي لاحزة اروح لكم مقطعا وارجع لكم بعد ما نخلص اوكي وهيك خلصنا الوحش هاد او الزعيم هاد ممكن يكون احيانا وحوش عدة ويكون عبارة عن ويفات الويفات هيبتكم انكم بتخلصوها مع بعض انت واعضاء الفريق فمو دائما حتكون مثلا وحش واحد حتكون منوعة هي هي يعني مشان ما تحسب الملل بس بعد ما نجربهم كلهم حتبدأ تصير انه نفس الشي وحتبدأ تحسب الملل لانه حتكون مختلفة عن بعضها اللي حعملو حطلع من تيم هاد وضغط على حرف اف وضغط على كلمة ريكروت بعد ما ضغط على ريكروت رح يرسلهم هلأ دعوات للناس بعد ما ضغط على كلمة ريكروت مثل ما شايفين يعني الرسالة حتكون موجودة عنه هون انه واحد بده يفوت على التيم تبعنا بس الهلا ما احد هقدم انه انا بدي يفوت فاللي حرجع هاملو حضغط على حكلمة اف مرة ثانية وضغط على كلمة ريكروت مرة ثانية لحتى يرسلهم مرة ثانية انه وحنا بدنا ناس تشوفهم بعد انجيلا كلمة طلعت فنستنى هم كان حد يفوت معنا اذا ما حدفت معك مثل ما تشايفين في اكثر من شخص بده ناس معنا فاحنا فيه نرجع نضغط على كلمة ونروح مع الناس فلما واحد بده يفوت على التيم تبعك ما حيقدر انه يفوت تغري لازم تدخل على العلم انت وتضغط على توافق على الناس هدول توافق عليه تعمله فهي وهي هي المدخل الرئيسي تبعك اللي حيكون اللي هو العملة تبعه بقدر اني اروح مثلا اشتري اول قطعة من ويطل عندي ميتين بخليهم معي مثلا لليوم اللي بعده انه اجمع اربعمية اذا جريت القطعة الثانية بيطل الاربعمية هاي فين اشتري فيها مثلا ريدن كليور هدول طبعا هو ما هيكفي يعني انت بس انكم افهم انه انت زيادة من القطع هاي فيك تصرف على شي تاني مهم جدا انكم اجيبوا لانه هيكون نادر في المستقبل للناس اللي حتدخل على اللعبة يعني احنا حاليا ممكن عندنا فرصة نجيبه في المستقبل ممكن الناس ما تكون عنده فرصة لحتى يرجعوا ينزلوا او ينزلوا افنت تاني يكون في المشبير فهذا هو كل شيء المقطع اليوم اتمنى ان يكون مقطع عجبكم اذا عجبك المقطع تنيني لايك اتماعي بقتيك ديس لايك بس اكتب لي في الكومنتات ليش ما عجبك اتنيني تشترك في القناة وتفعل جرس لح تجريك اشعارات في الشروحات والمقاطع اللي حننزلها في المستقبل وبنهاية المقطع بقولكم فيه امان الله